يبدو أنهم مقتنعون أن لا استثمار أو لا نصر إلا باستخدام الدين في عملية حسم المعركة الولايات المتحدة الأمريكية شاهدنا جميعا كيف أنها استثمرت في أفغانستان وتعاونت مع المجاهدين الأفغان في عملية القضاء على ما يسمى بالاتحاد السوفيتي ماذا سيستثمرون هل يستثمرون الإلحاد والله يا ديمقراطيين تعالوا حاربوا معنا حقيقة هؤلاء الديمقراطيين باستلموا إدارات العلمانين بشكل عام باستلموا إدارات بينتجوا أعمال اقتصادية إلا بالحروب فإنهم فاشلون هو لا يمكن أن يذهب إلى الموت لأن الحرب تحتمل الموت وتحتمل الحياة السعيدة خاصة للذين يحاربون لأهداف النبيلة ولكن الموت هو أحد أهم الاحتمالات للمقاتل المسلم يذهب وفي ذهنيته وفي عقيدته أن هناك جنة ونار وكذلك المسيح المتدين أما العلمان يذهب يقاتل لماذا لحالة الإنسانية هذا كل هراء حقيقة المقاتلون الأشداء عبر التاريخ سواء المسلمين أو غيرهم عندما حاربوا لأجل دينهم كانوا يطمحون إلى حياة فيها جنان النعيم في الآخرة فيها بعد عن النار ولذلك يدرك هؤلاء المفلسون في الغربيون يدركون تماما أن الأفكار التي يحملونها لا يستطيعون أن يحاربون بها مواجهة يعني المعروف الذي سيحصم المعركة على الأرض هم المشات والمدرعات لذلك هم يبرعون لأجل تخفيف الخسائر يصربون مليارات الدولارات لأجل القتل عبر التقنيات لأنهم هم أجبن الناس في عملية المواجهة الفيزيائية أو المواجهة العسكرية فمن هذا المنطلق كان للأوكرانيين أن يستثمرون المسلمين وللروس أن يستثمرون المسلمين